سر محدودية الإقبال على التصويت لا وحقيقة بالعكس الإقبال أفضل من الانتخابات السابقة صوت في الساعة العاشرة على سبيل المثال 14.5% في صندق الاقتراع المرة الماضية قبل عام عندما كانت الانتخابات في نفس الساعة كانت 14% وبالتالي كان هناك فرق بحوالي 3%. وهذا يوضح بأن ما زال المجتمع الإسرائيلي لغاية الآن مجتمع مسيس السبب في ذلك هو حالة الخوف هناك ما أذكر اليمين الإسرائيلي الذي يتنافس فيما بينه يعني ميريس حزب العمل أزرق أبيض هذه الأحزاب وسط واليسار عمليا هي غائبة مشهد ولا يوجد لديها أي قوة سياسية التنافس هو بين قطبي اليمين مع بن يمين يتنياه وضد بن يمين يتنياه اللافت بأن هناك حالة التخويف التي يتم استغلالها بن يمين يتنياه أدل بصوته تماما كما معظم قادة الأحزاب الإسرائيلية يطالبون الجمهور الإسرائيلي بالخروج هذه الانتخابات فيها فلافة أمور مختلفة لربما بشكل يعني لافت عن المرة الأولى أولا كما قلنا لا يوجد هناك وسط أو يسار هناك فقط يمين ضد اليمين ثانيا لا يوجد هناك أي اهتمام بأن يكون هناك تغييرات على المستوى السياسي بمعنى بأنه نفس التحالفات قائمة باستفناء حزب يمين الذي بدأ بأنه متأرجحا بين أن يتحالف مع حزب الوسط وزعيمه طبعا يأير لبيت أو يذهب إلى من يمين نتنيو وهذا طبعا تم الحديث عنه الموضوع الثالث هو لافت للانتباه هو بأنهم يتحدفون عن القضية الفلسطينية بشكل مختلف يتحدفون أولا بأنه يجب أن يكون هناك شرعا للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ثانيا يجب أن يكون هناك ضم للمناطق في الضفة الغربية ثالثا يجب أن يكون هناك ضربات قاسية ضد حركة حماس والفصال الفلسطينية في قطاع غزة هذا هو المنهجية التي يتبعها اليمين الإسرائيلي وفي المقابل الخيار الثاني عند المجتمع الإسرائيلي حسب استطاعة الرأي على سبيل فال اللي كود يحصل على ثلاثين مقعد بعده يشع تيد وهو حزب الوسط هذا الحزب الوسط لا يستطيع أن يشكل ائتلافا حكوميا وبالتالي بن يمين نتنيو الآن هو الذي يمكن له أن يشكل حكومة إسرائيلية غير بن يمين نتنيو لا يوجد هناك إمكانية يبقى السؤال هل سوف نفع إلى انتخابات خامسة طبعا هذا وارد جدا لأنه إذا لم يتم الحصول على الرقم السحري واحد والستين لن يكون هناك بالإمكان إقامة حكومة ائتلافية ثابتة ومستقرة هناك أحزاب عربية القائمة الموحدة اللي هي الحركة الإسلامية يمكن أن تسعى إلى دعم بن يمين نتنيو ولكن اليمين الإسرائيلي وضع شرطا صباح اليوم قال أي حكومة إسرائيلية يمينية يتم دعمها من حزب فلسطيني عربي لن يتم الدخول فيها وبالتالي هذا عقد الأمور بالنسبة لبن يمين نتنيو الذي يعلم تماما بأنه استطاع أن يأتي باللقاح قبل عدد كبير من الدول الأوروبية حتى وهذا طبعا زاد من شعبيته استطاع أن يأتي باتفاقيات سلام مع عدد من الدول العربية واستطاع أيضا إنجاز مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية واستطاع طبعا إبعاد المحاكمة هذا كله حسب استطاعات الرأي لم يأتي له إلا بمقعدين فقط خلال كل هذا العام الماضي ابقى معنا أحمد ترجمة نانسي قنقر